مجلس الشورى مملكة البحرين والذي تربطه به علاقات وطيدة ومشاورات وحوارات مستمرة معربا عن أسافه لهذا القرار السلبي المستغرب من البرلمان الأوروبي استياء كبير خيم على أجواء جلسة مجلس الشورى اليوم بسبب البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي والذي اعتبره السادة الأعضاء تدخلا غير مبرر وغير مشروع في الشأن البحريني وباعتباره ليس البيان الأول الذي يصدره البرلمان الأوروبي طالب الأعضاء أن تكون سياسة الرد مغايرة إصدار بيان ضد بيان آخر أعتقد بأنه لن يجدي لأن هذين مجموعات مدفوعة الأجر دول مدفوعة الأجر مقرضة ولكن يجب أن نتخذ خطوات أخرى من خلال توطيد علاقاتنا مع الأفراد في البرلمان الأوروبي من خلال معرفتنا من هم هذول الأفراد الذين يتكلمون عن مملكة البحرين إن كانوا أفراد في المجال الحقوقي نتكلم معهم ما قمت فيه مملكة البحرين بإثباتات في المجال الحقوقي إن كانوا يتكلمون على المستوى الأمني فلينظروا مملكة البحرين كيف تتعامل في المجال الأمني وكيف موجودة مؤسساتها الإصلاحية في هذه المجالات نحن نرد بمزيد من الإصلاحات التي نقدمها وهذه واضحة للعيان والمنطقة والجميع أيضا ديمقراطية واضحة وهناك اقتصاد متعافة وهناك أيضا مواطنون مؤمنون بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وفي ذات الجلسة تمت الموافقة على مرسوم قانون المرافعات المدنية بعد استعراض رد المجلس الأعلى للقضاء المرسوم بكل تأكيد هو يعالج تأغير مهم جدا في التشريع وهو جاء طبقا للمادة 38 من الدستور التي تجيز لصاحب الجلالة أصدار المراسيم أثناء غيبة البرلمان المجلس اختتم جلسته بالإطلاع على تقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن مشاركتها في اجتماعات البرلمانين العربي والدولي سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر